مرحبا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي اليوم الفيديو رح أخليكم وتكتبون كلمة وحدة بالنهاية أو كلكم رح يصير عندكم تعبير واحد هو أنه شنو؟ هذا كان تعبيري لما أهل سمعت هذه القضية ولما عرفت تفاصيلها المريبة الغريبة الغير متوقعة أول شي خلي نبدأ بلمحة عن القضية اللي رح نسالف عنها بيوم الأيام بشهر يونيو تم العثور على جسد رجل ميت بوسط بستان مش مش هذا الرجل كان لابس ملابس برانت غالية وبجانبه كتاب وزجاجة فارغة من زيت كبد القرش وبكورية جنوبية يستخدمون زيت كبد القرش البعض يستخدمه كمكمل غذائي مثل فيتامينات وبجانب هذا الشخص الميت عدة زجاجات فارغة من الكحول بالنسبة لجسد هذا الرجل فكان متحلل متحلل ما يقارب 50% أو أكثر من 50% بسبب حرارة الجو بالإضافة هو كان موجود ببستان فكان يتعرض لإشعحة الشمس بهذا الجو الحار الرطب والأرض أكيد كانت حارة وكل هذه الأشياء ساهمت بأنه جسد هذا الشخص يتحلل وبما أنه تم العثور عليه بوسط بستان فكان من المستحيل أنه شخص من الممكن يؤثر عليه بعد فترة قصيرة من وفاته فلهذا السبب كانت درجة تحلل جدا مرتفعة فهذا الشي خلي الشرطة ما يتعرفون على هذا المليونيار وملامحة ما كانت مبينة نهائيا كانت متحللة بالإضافة أحد أفراد الشرطة قال أنه جسده ورأسه كانوا منفصلين عن بعض بسبب شدة التحلل فهذا ينطيكم نظرة أو تصور عن شكل جسده لما تم العثور عليه لما تم العثور عليه ببستان بهذا الشكل بجانبه كحول أول شي فكروا به أنه هذا الشخص هو مجرد شخص عادي وهذا الشخص هو متشرد بدون مأوى وميت خلاص على الرغم من الملابس البراند اللي كان لابسها لكن الشرطة بهذا الوقت والمحققين حاولوا أنهم يثبتون هذا الشي أنه هذا الشخص مجرد متشرد عادي ميت خلاص غلقوا الموضوع لكن تم إجبارهم على عمل تحليل دياناي بعد ما تم نقل الطب الشرعي وبعد ما حصلوا نتائج تحليل دياناي عرفوا أنه هذا الشخص هو مو متشرد وإنما المليونيار ومو أي مليونيار عادي هذا المليونيار كان مطلوب للعدالة أكثر من عشرة آلاف شرطي كان يبحث عنه وتم وضع مكافئة بمقدار خمسين ألف دولار على أي شخص يعطي معلومة للشرطة عن مكان تواجده حتى لو كانت هذه المعلومة جدا بسيطة هذا الشخص الخطير اللي كانوا يبحثون عنه بكل مكان واللي اسمه كان متورط بسلسلة من الجرائم وآخرها كانت بسنة الألفين وارباة عشر فالشرطة كانت تبحث عنه ويحاولون التحقيق معاه تم إيجاده على بعد منزله اللي كان يصيف بمنزله الصيفي كان على بعد عشرين دقيقة ماشي على الأقدام ما يقارب ميل ونصف أكيد تم سؤال الشرطة والمحققين اللي كانوا مسؤولين عن البحث عنه إنه كان موجود على بعد ميل واحد عن منزله شلون الشرطة والمحققين منتبهوا على هذا الشيء الشرطة قالوا إنه فعلا فتشنا منزله والأماكن المحيطة بمنزله وكل اللي وجدناه عبارة عن حقيقتين مليانة فلوس مليانة أموال ما يقارب 2 مليون دولار وكانت مخبئة بغرفة سرية خلف جدار مزيف بعد وفاته أو بعد ما تم إيجاده ميت بدأت تطلع الحقائق بدأت تطلع كل الجرائم والأشياء اللي عملها وعدة شهود بدأوا يتكلمون عن الأشياء اللي هذا الشخص عملها بس هذا الملياردير مو مثل أي ملياردير عادي احنا نعرف المليارديرية بالوقت الحالي مثلا شركة أبول صاحب شركة أبول صاحب شركة أمازون صاحب شركة فيسبوك كلنا نعرفهم نعرف أن هذولا مليارديرية ونعرف العوائل المشهورة اللي يحدهم فلوس مثل عائلات الكارديشنز نعرفهم لكن هذا الشخص مو محروف نهائيا لا الصحف تتكلم عنه لا الجرائد ولا أي شخص يتكلم عنه على الرغم من الشركات والمبالاة الخيالية اللي كان يمتلكها بكل أنحاء العالم لكن فجأة اسمه رح يتسرب وراح ينعرف وراح يصير مشهور بسبب مأساتيا بكورية جنوبية واسمه رح يكون متورط بهذن المأساتيا فإذا حابين تعرفون تفاصيل قضية اليوم شنو قصة هذي الملياردير شلون من شخص مخفي ما حد يعرفه أو أصلا وشون صار ملياردير وشلون بالنهاية مات بعض الأشياء اللي عملها فإذا حابين تعرفون تفاصيل حلقة اليوم كل هذه الأشياء أتابع الفيديو للنهاية راح نبدأ بتاريخ 29 أغسطس سنة 1987 صدقوني هذا التاريخ أوكي قديم بعيد لكن مع ذلك هذا التاريخ مرتبط بكل شي رح يصير مرتبط بهذا المليونيار أو الملياردير شلون نوصل إلى هذه النقطة كل شي عبارة عن سلسلة فإسمعوني 29 أغسطس هذا التاريخ كان يوم منطر الجو كان جدا حار ورطب محقق جراء قتل كان جالس على مكتبة وفجأة تلقى اتصال للتوجه إلى مصنع صغير بالقرب من الجبل طلبوا مننا الإسراع والتوجه إلى المصنع بأقرب وقت ممكن بسرعة حتى لو كانت تمطر وكانت جو جدا سيء المحقق أخذ سيارته اللي كانت سيارة شرطة وتوجهه إلى المصنع هذا المصنع اللي توجه لهذا المحقق باسم أتمنى أن أقول الاسم الصح لكن معنى هذا الاسم هو خمس محيطات مصنع الخمس محيطات فهذا المحقق دخل إلى المصنع مصنع خمس محيطات راح نسميه بمصنع الخمس محيطات أسهل من أودايونغ دخل إلى المصنع المصنع كان عبارة عن ظلام كل الأضواء كانت مطفئة بالإضافة كان شكلا كأنما مهجور أو على قيد الاستخدام أو على قيد الإنشاء لكن من الواضح أنه هذا المصنع ما تم استخدامه وبداخل المصنع بالإضافة إلى الشرطة والمحققين اللي كانوا موجودين كانوا موجودين القنوات والصحفيين والمراسلين لكن كانوا بحالة صدمة كانوا خايفين ويتكلمون مع بعض أنه إحنا مستحيل نقدر نبث هذه الأشياء اللي إحنا التقاطناها الوضع جدا مخيف إحنا ما نقدر نبث هذه الأشياء ما نقدر نعرض هذه الأشياء على التلفاز أو على الصحف المحقق كان يسمع هذا الشي حاسب استغراب شو الموضوع؟ شو اللي شافوه؟ شو اللي قاعد يصير بحيث أنه القنوات والمراسلين خايفين يعرضون للأشياء اللي شافوه واللي تقطوا لها الصور وفيديوهات المحقق شاهد زملاء وهم مواقفين تحت فتحة بالسقف ويصعدون على سلم متحرك مو ثابت لا هذا السلم اللي يتحرك من مكان إلى مكان فكانوا مثبتيه وكانوا يصعدون ينصدمون يحسون بخوف وينزلون مرة ثانية فالمحقق قرر أنه هو يصعد السلم وبعدها ينظر من خلال الفتحة بدأ ينظر أخل الكشاف أو الضوء اللايت ما عرف شو تسموه وبدأ يشوف شو اللي موجود بهذا المكان هذا المكان كان يسمى بالعلية ما عرف شو اسمه إحنا عدنا بالعربي بس حرفيا ترجمت هذه الكلمة من الإنجليزي العربي هنا المحقق شاف 32 جسد ميت 32 جسد ميت كانوا متكدسين فوق بعض ومتشابكين بطريقة منظمة لكن على الجه اليمنى يعني كانوا مقسومين الجه اليمنى كان تقريبا 12 شخص وجه اليسر تساطها الشخص وبوسطهم شخص متعلق برقبته بحبل بالسقف وهذا الشخص اللي كان حوالي رقبته حبل هو مدير المصنع اللي كانوا موجودين به هذول 32 شخص اللي تم إيجادهم تم إيجادهم هم مربوطين تم ربط إيديهم وأقدامهم وأنوفهم كانت محشوة بالقطن وفمهم كان يحتوي على قطع قماش وكانوا المجموع أربع رجال وثمانية وعشرين امرأة ميتين بهذا الشكل المرتب المنظم بالعلية بس الغريب اللي لاحظه هذا المحقق لما شاف هذول الأشخاص الميتين بالعلية بهذا المكان الرجل اللي كان من المفترض حوالي رقبته هذا الحبل وهذا الحبل كان مربوط بالسقف هذا الرجل كان راكع على رقبته رح تفهموا ليش المكان اللي تم إيجاد بهذول الأجساد أو الأشخاص الميتين يسمى بالعلية وهذا المكان جدا صغير والسقفة جدا منحفظ فالمسافة بهذه الغرفة بين الأرض والسقف جدا صغيرة مو مثل الغرف العادية فلهذا السبب هذا الشخص اللي تم إيجاده هو ميت بهذا الشكل مستحيل يقف يعني هو كان لازم يجلس لحتى يموت بهذا الشكل فعني حرفيا هذا الشخص مات بإرادته ما كان يحاول أنه ينقذ نفسه لأن بكل بساطة هو يقدر يوقف وخلاص ينقذ نفسه على فكرة هذا الشيء معادي نهائيا معادي أنه أنت تقتل نفسك بهذا الشكل الجسم رح يحاول أنه ينقذ نفسه حتى لو أنت عقليا مثلا مكتئب وداخل بحالة نفسية صعبة أو أنه أنت اختاريت هذه المرحلة اختاريت أنه أنت تموت بهذا الشكل جسمك بمجرد أنه أنت مثلا تغرق أو أنه أنت تخنق نفسك رح يدخل بحالة إنقاذ النفس رح يحاول أنه ينقذك رح حاول أنه لا أنا أردعيش لكن هذا الشخص ما يجادب بهذا الشكل هو أصلا ما يحاول ينقذ نفسه فلما شافوا هذا الشيء وحللوا الوضع العام بالبداية شلو من الممكن 32 شخص يموتون بهذا الشكل شلو من الممكن أنهما يموتون بمكان واحد ويقررون أنهما يموتون بهذا الشكل التحقيق كان لازم يبدأ مباشرة لكن أهم سؤال وأول سؤال هل هذا قتل جماعي يعني شخص قتله مرة واحدة بمكان واحد أو هل هم اختاروا الموت شلو احتمالية أنه 32 شخص يختارون أنهما يموتون مع بعض وما تربطهم أي صلة بالإضافة هل هذا قاتل متسلسل يعني شخص قتلهم شخص بعد شخص بعد شخص وهذا المكان كان عبارة عن مكهب لهذا الأجساد هذا الشخص كان يقتل ويتركهم بهذا المكان أو شو الموضوع إجابة هذا السؤال كان عند امرأة ميتة من ضمن هذول ل32 شخص هذه الامرأة بعمر 48 سنة باسم باكسونجا هذه باكسونجا كانت موجودة من بين الأشخاص اللي ماتوا هذه الامرأة هي كانت حلقة الوصل بين هذول الأشخاص ال31 عداها ال31 الشخص اللي كانوا موجوديا بالغرفة هي اللي كانت تعرفهم كلهم هي الوحيدة اللي كانت تعرفهم هما ما كانوا يعرفون بعض يعني أغلبهم ما كانوا يعرفون بعض لكن هما كانوا يعرفوها له وهذه الامرأة باكسونجا هي المديرة التنفيذية للمصنع ساحبة هذا المصنع مالكة هذا المصنع بس الأغرب أنه أطفالها كلهم أطفالها اللي أنجبتهم اللي هما ثلاثة تم إيجادهم معاها ميتين من ضمن هذولة 32 شخص اللي تم إيجادهم بالعلية أطفالها كلهم والشخص الوحيد اللي نجي من عائلتها هو زوجها هو زوجها الوحيد اللي ممات واللي كان على قيد الحياة وما كان موجود بالعلية كان موجود بالمنزل لما تم العثور عليهم ميتين الشرطة مباشرة حددت موقع زوجها توجهوا لا زوجها تكلموا معاهل وش الموضوع زوجتك وأطفالك كلهم موجودين بالعلية ميتين شو الوضع تعرفشي عندك أي معلومة الزوجة هنا مثل على أساس أنه هو ضحية قالوا أنا ضحية عائلتي هي اللي ماتت وقاعدين تسألوني اسألوا المجرم أو اسألوا من اللي عمل هذا الشيء أنا ما لأي دخل أنا ما عرفوا أي شيء ليش تسألوني؟ أطفالي ماتت وزوجتي ماتت هنا الشرطة ما حصلت أي شيء من زوجها المحققين مرة ثانية رجعوا إلى المصنع وصعدوا إلى العلية وبدأوا يحاولون أنهما يعثرون على أي ذليل وهنا بدأوا يلاحظون قطع صغيرة بيضاء متناثرة بين الأجساد حاولوا أنهما يجمعون هذه الأوراق الصغيرة كأنما شخص مزق أوراق وناثرها عليهم جمعوا هذه الأوراق وتوصلوا لبعض الكلمات وكانت هذه الورقة عبارة عن ملاحظة هذه الورقة الملاحظة اللي تم إيجادها واللي جمعوها كان مكتوب عليها ابقي ثمكا مغلقا إنها بالفعل فاقدة للوعي مات خمس أشخاص في أربع ساعات فقط ابقى هادئا خططتوا لهذا الأمر وتحمله بتوجيهاته أعتقد أنه الجميع سوف يموتون اليوم أو ماي جاد شنو هذه الملاحظة؟ وإلما كانت مرسولة وشنو مصلت لهذا المكان إذا هم فعليا خططوا لكل هذا الشي فشنو هذا ابقى هادئا شنو الموضوع؟ الموضوع صار مريب هنا الشرطة بدوا يعرفون معلومات أكثر عن باكسونجا صاحبة هذا المصنع وشنو قصة هذا المصنع أصلا باكسونجا المديرة التنفيذية صاحبة المصنع اللي تم إيجاد الإجساد بي هذه الأمرأة تمتلك مصنع ثاني هذا المصنع عبارة عن شركة تجارية وهي شركة محترمة معروفيا يصنعون قطع أثرية كورية تقليدية أو تحفيات ومجوهرات وألعاب خشبية ويبيعوها للسياح أو للكوريين العاديين وكل الأشياء اللي عملوها بداخل هذا المصنع أو هذه الشركة التجارية هي مصنوعة يدويا من قبل الموظفين اللي موجودين بداخل الشركة والناس اللي كانوا موجودين بهذه المنطقة وخارج هذه المنطقة كانوا يحبون هذه الشركة وهذا المصنع اللي يصنع هذه القطع الأثرية والمجوهرات والتحفيات فصار معروف على أنه من أغضل المصانع الموجودة بالمنطقة وفازوا بعدة جوائز لمهارتهم والمديرة التنفيذية لهذه الشركة اتحضروا للصدمة المديرة التنفيذية باكس ونجا كان عندها لقب وهذا اللقب هو أم الأيتام استغفر الله يا ربي شون من الممكن شخصي حصل هذا اللقب أم الأيتام يعني من الممكن أنه أنتو هذا الشي رح يطيكم لمحة أنه هي رؤوفة بالأيتام وتحب الأيتام يا هذا اللي كانوا يشوفوه أغلب الناس أو 99.9% من الناس باكس ونجا بالبداية كان عندها قطعة أرض جدا ضخمة بنت عليها المصنع هذا المصنع اللي تعمل بي هذه المجوهرات والأشياء الكيوت هذا المصنع كانت مساحته مو ضخمة لك كانت مساحته متوسطة لكن قطعة الأرض كانت جدا ضخمة فبنت بجانب هذا المصنع مجمع سكني هذا المجمع السكني لموظفيها وطلبت من موظفيها ينتقلون من منازلهم ويعيشون بالمجمع السكني بجانب المصنع ويسكنون ببلاش وياكلون ويشربون ببلاش وبالنسبة لأبناء الموظفين فيقدرون يتعلمون ويدرسون وعدهم دروس خاصة بالرقص والموسيقة وياكلون ويشربون ويسوون اللي يردوه وعدهم حتى أماكن خاصة للعب كل هذه الأشياء موجودة بالمجمع السكني وببلاش بالإضافة للمجمع السكني فكان موجود دار أيتام وبكل مقابلة باكسونجا كانت تظهر بها كانت تثبت بكل مرة إنها ما حد أقول هذه الكلمة بس شايفين البيكمي يعني إنها تتبين نفسها إنها كيوت وممكن تضحي بحياتها بأي شي في سبيل آخرين كانت تقول أنا ما أحتاج إنه أنا أشتري ملابس غالية ما أحتاج هذا الشي ما أحتاج مجوهرات ما أحتاج إنه أنا أشتري ميكب ما أحتاج إنه أنا أشتري أحذية وحقائف كل هذه الأشياء ما أحتاجها شلون أقدر أني أكل وجبات غالية وأطفال بهذا العالم ما يقدرون يأكلون منطقيا الأشياء اللي كانت تقولها واو أتفق معها بكل هذه الأشياء ومن الممكن أي شخص يسمع هذه الأشياء اللي تقولها باكسونجا رح ينبهر بها كمليون يرى وتعمل هذه الأشياء هدها شركة عدها مصانع عدها قطعة أرض جدا ضخمة كانوا أثرياء هي وزوجها فإنه يعطوها للناس للمجتمع هذا الشيء كان واو لا كان فعليا واو فلهذا السبب صار اسمها أم الأيتام أبهم أنه صار اسمها بهذا الشكل وبنت سمعة لطيفة وكيوت الناس صارت تحبها فبدأوا الناس يتقاتلون بس لحتى يتوظفون بشركتها بمصنعها وبعد ما تم افتتاح المصنع والمجمع السكني ودار الأيتام الصحف كانوا يتوجهون إلى المصنع ويتوجهون إلى المجمع السكني ودار الأيتام ويلتقطوا لهم الصور ويعرضوها والصور كانت كلها عبارة عن الموظفين يعملون وسعداء والأطفال الأيتام كانوا يلعبون وكانوا متحمسين وحابين المكان بس بعدين راح يتضح أنه كل هذا نصب واحتيال أول شيء بعد ما يتم توظيف أي موظف هذا الموظف أو الموظف أكيد عندها عائلة هذه العائلة أول شيء تعملها باكسونجا تمنعهم من الكلام مع بعض تمنع الأم والأب أنه يتواصلون مع بعض وتأخذ أطفالهم تأخذ أطفالهم ويتم وضع أطفال الموظفين بالميتام الموجود بالمجمع السكني يعني كل الأيتام اللي كان المفترض أنه تساعدهم وتعتني بيهم وكانوا فرحانيا بالصور والفيديوهات اللي يظهرون بيها العالم كل هذا كان مزيف وذول الأطفال بالحقيقة ولا واحد بيهم كان يتيم كل ذول الأطفال كانوا أبناء الموظفين اللي عملون عند باكسونجا بالمصنع واتضح أن الموظفين بداخل المصنع ما يعملون أصلا تذكروا من أني ذكرت أن هذا المصنع عبارة عن أعمال يدوية يصنعون مجوهرات تحفيات وأشياء كيوت للسياح أو لعامة الناس اللي موجودين بكورية جنوبية لكن اتضح أن هم ما يصنعون أي شي يدويا بداخل المصنع اتضح أنه باكسونجا كانت تشتري من خارج البلاد وجوهرات وأشياء ثانية بالجملة أعداد ضخمة وكانت تأخذهم إلى المصنع فالموظفين ما كانوا يصنعون أي شي أما فقط كانوا يأخذون هذه الحمولات الشاحنات اللي كانت تتوجه إلى المصنع وبداخلها هذه الأشياء كانوا ينظفوها ويفرزوها ويرتبوها وخلص ما كانوا يصنعون أي شي واتضح أنه هي تعمل هذا الشي ما يصنعون أي شي بداخل المصنع وكل شي يكون أصلا جاهز وموجود ويتم شراءه من الصين وأماكن ثانية اتضح أنه هي تعمل هذا الشي لأن بالحقيقة هذا المصنع شكليا كان مصنع لكن بداخله كان طائفة دينية باكسونجا كانت تتروج لنفسها على أنه استغفر الله إله كانت تتروج لنفسها على أنه هي زعيمة هذه الطائفة وأنهم لازم يتبعوها وهي الشخص رح ينقذهم من الهلاك رح ينقذهم من جهنم ورح يدخلهم الجنة لكن شلون رح يدخلون الجنة رح يدخلون الجنة عن طريق عملهم بداخل المصنع ببلاش فكل الموظفين اللي كانوا يعملون بداخل هذا المصنع كانوا يعملون بدون أجر عدد الموظفين اللي كانوا يعملون بداخل هذا المصنع عدد جدا هائل مو 100 أو 200 لا عدد جدا هائل وكانوا يتبعوهم باكسون جاو ويعتقدون أنه هي زعيمة هذه الطائفة أو هذا الدين وأنه هي رح تخلصهم من العذاب وكانوا يحبوها لدرجة أنهما إذا خرجوا من منازلهم لازم يستئذنون منها يتصلون عليها هل من الممكن أنه إحنا نخرج من منازلنا إحنا محتاجين كذا وكذا لازم نخرج ممكن يستئذنون وبعد موافقتها يخرجون من منازلهم اللي كانت هي عبارة عن المجمع السكني بجانب المصنع وكل شهر عدهم جلسة تجمع كل الموظفين يجلسون بدائرة ويصفعون بعض يعني يصفعون بعض كانت تعتبرها على أنه هي يوم التوبة يوم التوبة يتوبون عن أخطاؤهم وخطاياهم بهذا الشكل لهم يضربون بعض وهذا الشي كان يصير مرة شهريا والناس بالخارج خارج هذا المصنع والمجمع السكني ما يعرفون شلال اللي قاعد يصير بداخل المصنع ما يعرفون أنه هي زعيمة طائفة هذا الشي ممنوع على فكرة واصلا هذا الشي غير مقبول أنه أنت تكون زعيم طائفة وتروج لدي لا هذا الشي ما مقبول نهائيا الناس ما كانوا يعرفون هذا الشي كانوا يعرفون جانبها الطيب لكيوت اللي الصحف والقنوات كانت تروج له لأن كان باعتقادهم أنه هي إنسانة طيبة وكيوت وتحاول أن هي تساعد الأيتام والناس وما حبتها بدأت تزيد أكثر وأكثر الناس صاروا يحبوها بصورة مطبيعية بسبب المدح وسبب الأشياء اللي تعملها فلهذا السبب قررت أن هي تفتتح قسم جديد بالشركة الخاصة بها هذا القسم هو قسم الاستثمار أنك تعطي الشركة شركة باكسونجا مبلغ مالي من الممكن يكون مدخراتك كلها ومدخرات حياتك بالكامل تعطيها لشركة باكسونجا وباكسونجا راح تعمل بهذه الفلوس راح تضمن لك أنه يترجع لك المبلغ المالي اللي أنت أعطيت هي بالإضافة إلى أرباح 40% الناس حسوا أنه فوائد 40% على المبلغ الأصلي المبلغ جدا ضخم الناس بدأوا يعطوها آلاف الدولارات بالنهاية باكسونجا جمعت 80 مليون دولار من الناس المبلغ كان جدا ضخم أنه هي لازم ترجع لهم المبلغ مع فوائد 40% هذا الشي احتيال مبين والمنطقة اللي كانت موجودة بيها هذه الشركة كانت منطقة أو مدينة متوسطة كانوا الناس عايشين على رواتبهم العادية فأعطوا كل مدخراتهم كل شي يمتلكوه لباكسونجا لأن كانوا متوقعين منها أنه هي إنسانة جدا جيدة وحريصة وأم الأيتام فمن الممكن هي رح تعطيهم أرباحهم شهريا أو كل 3 أشهر بس المهم أنه هم رح يحصلون على أرباح ضخمة مثل ما وعدتهم بعدها بفترة مرت أيام مرت أشهر باكسونجا ما أعطت أي شخص أي مبلغ ما لي أخذت الفلوس وخلص ما أعطت أي شي لأي شخص أول زوجيا طالبوا بأموالهم متوجهوا إلى باكسونجا تكلموا معاها إنه إحنا بحاجة لأموالنا إحنا توقعنا من أول شهر أو من أول يوم رح نعطيك الأموال رح تبدئين ترسلينا فوائد ونعيش بهذه الفوائد اللي رح ترسليها لكن من الواضح إنه الموضوع مطول فلهذا السبب بليز هل من الممكن نحصل أموالنا مرة ثانية إحنا مرة نستثمر بأموال إحنا محتاجيها إحنا راح نجوع راح نموت من الجوع ما عدنا أي فلوس باكسونجا حست بالغضب نادت على الحراس الحراس ضربوهم وبعدها باكسونجا جبرتهم يوقعون على أوراق يتنازلون عن أموالهم والفوائد ويتنازلون عن كل شي أعطوهيها هذول الزوجين بواشرة توجهوا إلى الشرطة وبدأوا يبكون هتعرضنا للخداع وصار معانا كذا وكذا الشرطة توقعوا إنهما راح يواجهون شركة مزيفة شركة محتالة لكن انصدموا إنه هذه الشركة هي شركة باكسونجا هذه الشركة معروفة ومحترمة لما توجهوا إلى المصنع شافوا عدة عوائل كانوا أمام المصنع ويطالبون بفلوسهم تم القيال القبض على باكسونجا وبدأوا يحققون معاها كل هذا قبل أسبوع من وفاتها خلال الاستجواب كانوا يتكلمون معاها ويسئلوها 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 ما كانت تترد نهائيا المحققين بدأوا يتكلمون بينهم إنه هذه شكلها موثرية باكسونجا توقعناها إن هي تكون بشكل مختلف لكن هذه هي باكسونجا المعروفة وجهها نحيل جسدها نحيل كأنها تعاني من سوء تغذية وجهها وطريقة نظرها نظرتها كأنما شخص موثر نهائيا كأنما شخص متشرد مستحيل إنه هذه الامرأة تكون ثرية من عائلة ثرية وتمتلك ملايين دولارات شنو موضوحها فكانت مستمرة إن هي تنظر بطريقة مخيفة لمحققين ما كانت تتكلم وفجأة وما عليها المحقق بهذا الوضوع ما يقدر يقول أنت كذابة خلص أصحي أصحي تكلمي معنا اصطروا إنه هو ينقلها للمستشفى بما أنه كانت كبيرة بالعمر فما توقعوا إنه هي راح تهرب أوعدها خطة هروب لكن باكسونجا هربت من المستشفى وأخذت معاها ثمانين موظف هربوا معاها وأخذت من الشركة ثمانتعاش مليون دولار الشرطة توجهوا للمصنع حاولوا البحث عنها السئلة والناس العايشين بالمجمع السكني بجانب المصنع أين هي باكسونجا شو الموضوع أين الموظفين الآخرين ليش هربوا مع بعض كل اللي كانوا موجودين بالمجمع السكني واللي كانوا من الموظفين كل ما نعرف ما نعرف ما نعرف ما نعرف أي شي عنها احنا موجودين هنا شن اللي نعرفه عنها ما نعرف أي شي الشرطة من كانوا يحصلون أي إجابة من أي موظف كان موجود بالمجمع السكني وبعدها وصل لهم بلاغ عن سيارة الشركة الخاصة بباكسونجا موجودة أمام إحدى المصانع اللي تمتلكها والشرطة توجهت للمصنع وبهذا المصنع تم إيجادها ميتة مع 31 شخص من موظفيها وبعدها الشرطة والمحققين عرفوا كل هذه الأشياء اللي تكلمت عنها وهنا كانت الصدمة وبعدها طلعت نتائج التشريح أول شي تذكرون تم إيجاد قطع قماش بفم الأشخاص اللي ماتوا وهذا القماش ما يحتوي على أي مواد كيميائية ولا حتى القطن اللي كان موجود بإنوفهم كان يحتوي على مادة كيميائية أو مادة سامة وحسب التشريح قالوا أنه هذول 32 شخص بيأكملهم ماتوا على التوالي عن طريق استخدام الحبل وشخص باستخدام الحبل كان يخنق شخص بعد شخص بعد شخص بس هذول 32 شخص يعني من المستحيل شخص واحد رح يقتل واحد بعد واحد بعد واحد لأن هذا الشي رح ياخذ مدة جدا طويلة فالشرطة والإدعاء قالوا أنه أربعة أو مجموعة من الأشخاص من هذولة الـ 32 شخص اللي ماتوا هم اللي قتلوا الكل والكل كان راضي ويريد هذه النهاية لأنهم يعتقدون أنها مثل الطقوس الدينية واستمروا بقتل بعض لغاية ما آخر شخص مات وهو مدير المصنع اللي تم إيجاده والحبل حواليا عنقة بس الغريب على الرغم من أنهما قالوا هذه من الممكن تكون مثل الطقوس الدينية باكسونجا كانت هي زعيمة هذه الطائفة لكن بعد ما شافوا وقت الوفاة باكسونجا هي أول وحدة ماتت من بين هذول الـ 32 شخص بس هذا الشي جدا غريب لأن بكل القضايا دائما زعيم الديانة أو زعيم الطائفة يكون هو آخر شخص يموت ينتظر أن الكل يموت وبعدها هو يموت ما يموت أول شخص لأن حتى أتباعه ما يريدون هذا الشي ما يريدون يشوفون زعيمهم يموت أول شي بعدها هم يموتون إلا إذا مات بصورة طبيعية ومن ينقتل لأن هي حتى ماتت عن طريق هذا الحبل ما ماتت بصورة عادية وتذكرون هذول الـ 32 شخص 28 منهم نساء وأربعة منهم رجال بعد الفحص اتضح أنه 12 امرأة من هذول الـ 28 تم الاعتداء عليها ومن بينهم باكسونجا تم الاعتداء عليها بس هل هالشي صار طواعية لأن هذا الاعتداء صار قبل الوفاة هل هذا الشي صار طواعية؟ باكسونجا كانت معا أطفال هل ثلاثة؟ هل من الممكن أن هي تتعرض للاعتداء أمام أطفالها؟ وهذا الشي جدا عادي؟ أكيد لا شلو من الممكن أن هي تتعرض للاعتداء أمام أطفالها؟ شلو من الممكن أن هذول الـ 12 امرأة تعرضوا للاعتداء قبل الوفاة؟ بالإضافة هذه العلية اللي كانوا موجودين به هذول الـ 32 شخص ميتين ما كانت تحتوي على فتحة تهوية وكان صيف درجة حرارة جدا مرتفعة والرطوبة جدا عالية مستحيل أحد يتحمل يجلس بهذا المكان أكثر من عشر دقائق بدون ما يختنق فهل من الممكن أن هم تعرضوا للاعتداء واستمروا بهذا المكان لساعات بعدها ماتوا؟ الموضوع كان مريب وبعدها تم إيجاد أشياء غريبة بجسد باكسونجان تم العثور على نزيف بالدماء وهذا يدل أن هي تعرضت للضرب سواء بحائط أو على الأرض وهذا الشي يدل أن هي فقدت الوعي قبل ما يتم قتلها هذا الشي كان موجود بالملاحظة تذكرون كان مكتوب تم إفقادها الوعي يعني شخص أفقدها الوعي وكان يرسل ويرسل هذه الملاحظات شو الموضوع؟ يعني أكو شخص كان مسؤول على هذا الشي ضربها وقتلها بعدها هو صار يقتل هذول الأشخاص المتبقين بالإضافة كان يحتوي وجهها على خدوش هذه الخدوش كانت نتيجة الدفاع عن النفس أو دخلت بمشاجرة مع شخص كانت حاول يدفع عن نفسها لكن هذا الشخص قتلها على الرغم من وجود عدة ثغرات بهذه القضية تم إغلاق القضية وفسروها على أنه هي طائفة دينية ممكن هي رادة تموت بسبب الديون اللي كانت عليها والشرطة كانت تبحث عنها فقررت أن هي تموت قتلت نفسها وهذول أتباعها اللي كانوا يصدقون بيها وهي كانت زعيمة هذه الطائفة قرروا أنهم يموتون بعدها وانغلقت القضية مبدئيا بهذا الشكل بس بعد مرور سنة من إغلاق القضية تمنا تعيين لجنة للتحقيق بالفساد بالقضية الشخص اللي كان مسؤول على هذا التحقيق ما كان مقتنع بأي شي صار بهذه القضية أو نهاية هذه القضية وسبب إغلاقهم لهذه القضية ويعتقد أن هذول الأشخاص تم قتلهم هما مقتروا ويموتون وهذه اللجنة يعتقدون أن الحكومة هي اللي أغلقت هذه القضية لحتى يسكتون الرأي العام أول شي رئيس لجنة التحقيق بدأ يعتقد أن هذول 32 شخص تم قتلهم بأماكن مختلفة بنفس الوقت أو بتتالي وبعدها تم نقلهم إلى المصنع بالعلية وتم ترتيب المكان ومسرح الجريمة على أساس أن هذول الأشخاص ماتوا بإرادتهم لأن كانوا يريدون يموتون بهذا الشكل على أساس طائفة دينية لكن بالحقيقة ومهذا الشي نهائيا أول شي تذكرون تم غلاغ القضية باعتقادهم أن مجموعة من هذول 32 شخص بدأوا يقتلون البقية وبعدها هذول المجموعة قتلوا واحد بدأ يقتل الله وبالنهاية مدير المصنع قتل نفسه كان موجود على رقبة الحبل وبهذا الشكل ماتوا كلهم لكن لما فحصوا الأجساد أول شيء وأهم شيء ما تم إيجاده آثار على يديهم لم يتم إيجاد أي آثار على يديهم تثبت أن هذول الأشخاص استخدموا الحبل وقتلوا بعض ما كوي آثار إذا أنت قتلت شخص واحد أو اثنيا الحبل منطقيا رح يترك أثر أنت رح تسحب الحبل رح حتى تقتل شخص فأكيد يعني لازم يكون عندك أثر احتكاك جروح بسيطا لكن هذول 32 شخص كلهم ما تم العثور على أي آثار بيديهم بالإضافة هذول 32 شخص 31 منهم من المفترض أنه تم خنقهم رح أمثلوا لكم الموضوع رح نجيب سيد دبدوب تظهروا لحظة رح نجيب سيد دبدوب سيد دبدوب رح نشقع حس حتى هو زعلاني حرفين من المفترض هم انخنقوا كذا كذا بهذا الشكل الشون رح يصير الأثر أثر الخنق اللي رح يكون موجود على رقبتهم رح يكون بشكل دائرة كاملة لن رح يخنقوهم بهذا الشكل أخر شخص اللي هو المدير اللي من المفترض ما حد خنقه خنق نفسه كان موجود بهذا الشكل فآثار الخنق أو آثار الحبل رح تكون بس بهذا الشكل يعني نصف دائرة مو مثل البقية اللي يكونون دائرة كاملة لكن تم إيجاد مدير المصنع وكان على رقبته دائرة كاملة كأنما الشخص هو اللي خنقه يعني مو اللي خنق نفسه بالنهاية وهذا يثبت أنهما ما قتلوا بعض بالتتالي وبالنهاية مدير المصنع آخر شي هو اللي قتل نفسه وانتهي الموضوع لا أكو شخص خرج خارج المصنع أو مجموعة خرجت خارج المصنع يلي قتلتهم وتركتهم بهذا المكان بالإضافة تذكرون باكسونجا أخذته 18 مليون دولار 18 مليون دولار أخذتهم من الشركة وهربت مع أتباعها 80 شخص لكن تم إيجاد 32 شخص ميتين أين هذه الـ 18 مليون دولار اللي أخذتهم اللي سرقتهم من الشركة أين هي وإذا شخص ناوي أنه هو يسرق هذا المبلغ ويختفي بهذا المبلغ أكيد على الأقل رح يحاول أنه يختفي عن الأنظار شهرين ثلاث أشهر لكن مو بعد مدة جدا بسيطة يتم إيجادها ميتة خلال أسبوع واحد خلال أسبوع تم إيجادها ميتة هل من الممكن شخص يسرق هذا المبلغ وبعدها يقرر يموت شيء ممنطقي نهائيا ومدير هذه اللجنة ومدير هذه اللجنة اللي كانوا يحققون مرة ثانية بهذه القضية اكتشفوا شيء مهم وهو أن شركة باكسونجا بصولة مستمرة كانوا يرسلون أموال جدا ضخمة إلى الشركة ثانية وهذه الشركة باسم هذي الشركة مملوكة للمليونير اللي تم إيجادها ميت اللي تكلمت عنه ببداية الفيديو وأخيرا وصلنا له فهنا خلونا نتعرف على هذا المليونير وشنو قصته وليش هو أصلا اسمه مربوط بهذه الحادثة وبهذه القضية وليش باكسونجا كانت ترسله هذه الأموال الضخمة كانت ترسله كل شيء كانت تملكه أو كل شيء كانت تتحققه كانت ترسله ليش كانت ترسله هذه المبالغ الضخمة هذا المليونير أو الملياردير باسم يوب يونج يوب يونج يون راح أسميه المليونير يو لأن اسمه صعب وما أعتقدوني أقدر أذكره وأكرره على طول هذا الفيديو فالمليونير يو بالوقت الحالي يو معروف بصورة مطبيعية بكوريا جنوبية لأن اسمه ارتبط بعبارة صول اللي ماتوا بيها الطلاب أكثر من 300 طالب ماتوا بهذه العبارة والشرطة كانت تبحث عنها بسنة 2014 وتم إيجادة ميت بالبستان هذا الشخص وبصورة مريبة اتضح أنه اسمه مربوط بهذه القضيتين قضية العبارة وقضية هذول 32 شخص اللي ماتوا منذ منهم باكتونجا شلون هذا الشيء شلون صار هذا الشيء كله المليونير يو ماضية كان مجهول ولغاية هذه اللحظة مجهول وكل اللي نعرفه فقط الأشياء اللي هو قالها لأتباعه المليونير يو بوقت ما بشبابه قرر أنه هو ينشئ كنيسة وهو يصير قائد هذه الكنيسة أو أنه هو يصير زعيم طائفة يعني هذا اللي صار صار زعيم طائفة وأكيد صار عنده آلاف الأتباع اللي كانوا يعبدوه أو كانوا يعظموه ويعتبروه هو الخلاص بالنسبة لهم هو اللي راح يدخلهم الجنة هذا المليونير لما بدأ يتكلم لما أنشى هذه الكنيسة بدأ يتكلم مع أتباعه اللي يعتقدون أنه هو الزعيم اللي راح يخلصهم واللي راح يدخلهم الجنة بدأ يتكلم مع أتباعه ويوعظهم ويتكلم عن طفولته وماضية وقال أنه كان دائما يريد يكون شخص عظيم مثل مايكل أنجلو مايكل أنجلو هو نحاته مهندس وشاعر إيطالي مشهور هو اللي يغير الفن 180 درجة وكان حلما أنه يكون مثل هذا الفنان بس الملياردير يو كان من عائلة جدا فقيرة وكانوا عايشين بقرية فقيرة وصغيرة وشقيقة كان يعاني من مرض السل فالملياردير يو كان جدا فقير وكان لازم أنه يساعد عائلته فقرر أنه يدرسه وبعدها يتوظف وبالمدرسة الثانوية قابل مجموعة من المسيحين الأمريكان وبدأوا يتكلمون معاه عن الدين وحسب كلامه بسبب هذه المجموعة اتغيرت حياته لكن الملياردير يو اتحمس بالموضوع وقرر أنه ينظم لطائفه هذه الطائفة تعتقد أنه الحياة راح تنتهي بعد خمس سنوات ولازم يحمي الناس أو يدخلون النار وهذه الطائفة متنتمي لأيديانه اسمها طائفة الخلاص هذه الطائفة غسلت مخ تماما وبعد ما هو كان منضم لهذه الطائفة وكان متأثر بهذه الطائفة بيوم ما قرر أنه يزوج وبعد زواجه مع والد زوجته مع بعض قرروا أنهما ينشئون كنيسة هذه الكنيسة كانت تحتوي على تعاليمة الخاصة وإرشاداتها الخاصة وأنه هو يصير الزعيم ومن ضمن تعاليمة أو إرشاداتها اللي كان يتكلم بيها مع الناس وأتباعها إذا انضميت للطائفة فأنت ضمنت الجنة مجرد أنه أنت تدخل هذه الكنيسة خاصة أنت ضمنت الجنة ضمنت أنه أنت راح تدخل هذه الجنة وما راح تدخل النار ولا راح تتحاسب حتى لو قتلت أنت من الممكن تنضم لهذه الكنيسة وتقتل تسوي أي شي تريده تقتل قرية كاملة تقتل ميت شخص عشر شخص عادي أنت منضم لهذه الكنيسة هذا هو الطريق الصحيح هذا طريق الخلاص فأعني هو كان يدرب مجرمين فالناس كانوا حابين هذه الطائفة أنه آه إحنا ممكن نكون مجرمين ونحمل كل شي خطأ بالدنيا لكن مع ذلك إحنا ممكن ندخل الجنة إحنا من الممكن نعيش حياة لطيفة نكون مؤمنين ونعمل أشياء خطأ بنفس الوقت بس هذه الكنيسة كانت سرية يعني ما يعملون حفلات أو يعملون تجمعات ومراسلين وصحف لا كانوا يعملون على الهادي يحاولون أنهم يجمعون الناس بدون شوشرة بدون ما يفضحون نفسهم ويجمعون أكبر قدر ممكن لغاية ما آلاف الناس صاروا يتبعون هذا الملياردير وبعد مرور عشرين سنة من تأسيس هذه الكنيسة وبعد ما صار عنده آلاف الأتباع صار مليار ديار فعليا صار مليار ديار بهذه اللحظة بس شلون وصل إلى هذه النقطة شلون كون ثروة إمبراطورية حرفيا شلون وصل إلى هذه المرحلة أول شي لما جمع آلاف الناس غسل عقولهم أن هو اللي راح يساعدهم هو اللي راح يجنبهم أو راح يدخلهم الجنة ويحاول يخرجهم من النار وهو اللي راح يخلصهم من جهنم فبعد ما قصل عقولهم بدأ يطلب منهم يتبرعون للكنيسة أكيد الناس ما كانوا يتبرعون بأموال قليلة كانوا يتبرعون بأموال ضخمة المليارديريو طول هذه العشرين سنة كان يأخذ هذه الأموال اللي يتبرعون بيها ويعمل بيها الشركات ويفتح مشاريع ومن ضمن هذه المشاريع هي مصنع مجوهرات بسيط ومصنع مكملات غذائية اللي هي زيت كبد القرش بعد ما فتح هذه المشاريع وعمل هذه الأشياء المجوهرات وهذه المكملات الغذائية بدأ يبيعها على أتباعه أو أعضاء هذه الكنيسة ويطلب منهم أنهم يشترون هذه الأشياء لأن هذه الأشياء مباركة راح تباركهم راح تحميهم لازم تشتروها فكان أي مشروع يفتدح مشروع كان ينجح لأن أعضاء هذه الكنيسة كانوا يتبعوه كانوا يشترون أي شيء هو يعرض عليهم بالنسبة لزيت كبد القرش من الممكن ينباع بالأسواق بعشر دولارات أو خمسة أو دولار حتى لكن هو كان يبيعها بثلاثمائة دولار للعلبة الواحدة ويبيعون مجوهرات سيئة لكن هو يتكلم معاهم على أن هي مجوهرات مباركة ومن أجود الأنواع كان يبيعها بآلاف الدولارات بالإضافة الكنيسة واللي من ضمنهم هو المليارديريو بدأوا يقنعون الأغنياء لأن كان عندهم أتباع أغنياء بدأوا يقنعون الأغنياء أنهما رح ينشؤون مستشفى لمساعدة المحتاجين لكن نحتاج تبرعكم ومساهمتكم واستثماراتكم فذول الأغنياء كانوا يتبرعون ويستثمرون بكل أموالهم للكنيسة لحتى يصنعون هذه المستشفى وبالنهاية وصل المبلغ لحتى يبنون هذه المستشفى الخيالية اللي من بنت أصلا وصل إلى 225 مليون دولار ووعدهم أنه رح يعطيهم هذه الأموال مع فوائد ضخمة مثل الشيء اللي عملته باكسونجا بالإضافة الكنيسة بدأت تطلب من أتباح الأشخاص اللي آمنون بهذا الملياردير أنهم يستثمرون بكل أموالهم بشركات الملياردير لأن هذه الشركات يتابع الكنيسة فإذا أكيد يعني يستثمروا بأموالهم بهذه الشركات فالله والملياردير رح يبار كلهم بهذه الأموال فلازم هم يساعدوه بل هذا السبب كانوا يتبرعون بكل شركة أو يستثمرون بكل شركة هو كان ينشئها فالملياردير كان يأخذ أموال الناس اللي مصدقيه ويتبعوه ويعتقدون أنه الخلاص بالنسبة لهم يأخذ أموالهم الاستثمار ويضخهم شركاته ويضخهم ثروته بهذه الأموال كان يستغلهم كان يأخذ كل أموالهم والمشكلة أن الناس كانت تصدق تصدق كلامه ويعطوه أموالهم بطيب نية أنه هاك أخذ أموالنا أخذ اللي تريده واو أخذ أموالنا ويحسون بفخر أنه أخذ أموالنا واو بس هذه الشركات كلها والمشاريع اللي كان يعملها هذا الملياردير هذه الشركات ما كانت كلها باسمه اتضح أنه هذه الشركات كانت باسم أطفاله أو أفراد العائلة أو أتباعه اللي يتحكم بيهم مثل باكسونجا باكسونجا كانت من أتباعه وهي لا مليونير ولا شيء ولا ثرية ولا حتى زوجها كان ثري كل أموالهم كانت من الملياردير يو وعملوا هذا المصنع والمجمع السكني وموضوع الأيتام كل هذه الأشياء عملوها بسلول ملياردير يو وهي كانت تتحرك بأوامره ما تعمل أي شيء بدون أوامر من عندها فلهذا السبب هي كانت ترسل أموال جدا ضخمة إلى شركته لأنه رسميا أو قانونيا كان يمتلك شركة واحدة لكن الشركات البقية ما كانت بإسمه ما كانت تحت إسمه فعني هذه الشركات إذا عملوا أي شيء مريب هو ما لأي دخل قانونيا هو ما يعرف أي شيء لأن هذه الشركات مو بإسمه فكان يقدر يسوي أي شيء غير قانوني تحت إسم شخص آخر وهذا الشخص هو اللي ينسجن مو هو وباكسونجا هي مو الوحيد اللي عمل معاها هذا الشيء اتضح أن الملياردير يو عدد شركاته وصلت إلى سبعين شركة حول العالم مو فقط قرية جنوبية شركاته موجودة بكل مكان ويعمل أشياء أنتم متتوقعوها أصلا ومنظومن هذه الشركات اللي كان يديرها تحت الطاولة هي شركة شوكولات فاخرة ماريان طوانيات كانت تحب هذه الشركة كانت تحب هذه الشوكولات كان شكلها كأنما شركة فرنسية لكن بالحقيقة هو كان مالك هذه الشركة لكن أكيد مو المالك القانوني بالإضافة كان عنده شركة بيع شاي أخضر وشركة بيع حقا للأطفال وشركة حليب ومكياج وقطع غيار سيارات وشركات عقارية ومزارع وحقول وقرية كاملة بفرنسا وحتى عنده شركة ألعاب أطفال وألعاب عادية أو تحفيات للسياح بالإضافة أنه كان يشتري شركات على وشك الإفلاس كان يشتري هذه الشركة يأخذها وبعدها يطلب من أتباعه أنهما يعملون بهذه الشركة ببلاش ووحدة من شركاته اللي قدر يعملها واللي هذه الشركة سببت عدة حوادث هي الشركة بحرية بسبب نفوذة وعلاقاته بالحكومة قدر أنه يأخذ ترخيص يعمل هذه الشركة ويعمل سفن سفن شحن وسفن عادية وعبارات وموظفين هذه الشركة 99% منهم كانوا من أتباعه من أتباعه بالكنيسة اللي يعتقدون أنه هو زعيم الطائفة المخلص اللي رح ينقذهم على الرغم أنه كلهم ما كانوا عندهم أي خبرة بصناعة السفن والأشياء البحرية ولا كانوا يعرفون أي شيء لكن مع ذلك كانوا يعملون بهذا المكان بدون مقابل بسبب أوامره وأحد التابعين السابقين لهذه الكنيسة قال أنه العمل بشركات المليونيار التابعة للكنيسة يعادل الخلاص وأنهم يدخلون الجنة بسبب عملهم بشركاته لأن يعتبرون العمل هذا هو مثل العبادة وما يحتاجون يصلون أو يعملون أي شيء خص العبادة إذا عملوا لمدة ثلاث ساعات يوميا بشركاته يعني أنت تعمل ثلاث ساعات يوميا بشركات المليونيار وترحب بالجنة وأكيد إذا ما عملوا يدويا بهذه الشركات وتوجهوا للمصنع وعملوا من الممكن أنت تستثمر بأموالك الطريقتين رح تدخلك الجنة وثلاثة من العبارات اللي صنعوها انصدمت بجسر باسم مابو خلال الفيضان وأدى هذا الشيء إلى وفاة 13 راكب وفقدان راكب اختفى لغاية هذا اليوم ما تم العثور على جسده لكن هذه الشركة مو باسمه فليهذا السبب ما تم القي القبض عليه يا مثل أي شركة هو كان يمتلكها وسببة حوادث هو ما لأي دخل آه صار له شيء يعني ما لدخل شوفوا من هو المالك الرسمي لهذه الشركة أو الشيء اللي صار لأنه هو مو المالك الرسمي القانوني فما يقدرون يلقون القبض عليه وعلى فكرة هذه الحادثة قبل حادثة العبارة اللي كان على متنها 300 أو أكثر من 300 طالب وماتوا لكن الشيء اللي بسببه تم القاء القبض عليه لما عرفوا انه هو كان يستلم مبالغ جدا ضخمة من شركة المحيطات الخمسة شركة باكسونجا فعرفوا انه صح هي كانت مسيطرة وهي كانت صاحبة هذه الشركة وهذه الأراضي لكن هو كان المسيطر كانت تعمل تحت أمره فتملقى القبض عليه بس بنفس الوقت ما كان عندهم أدلة كافية الدخل للسجن أوكي هو كان مسيطر لكن هي اللي كانت مسؤولة ماكو أي دليل هو اللي شارك بقتل هذول 32 شخص فليهذا السبب خرج من السجن لكن تم اتهامه بالاحتيال على أتباعه ومثل على ان هو زعيم طائفه ومثل على أعضاء الكنيسة وأخذ أموالهم واستخدم أموال الكنيسة لزيادة ثروت الخاصة فصار محتال عمل كل هذه أسرق أموال فليهذا السبب انسجن لمدة أربع سنوات فقط وخرج وبعد خروجه مثل أي زعيم طائفه أتباعه كانوا بانتظاره وأتباعه زادوا لأن أتباعه كانوا يحاولون يجمعون ناس أكثر بهذه الطائفة فالجميع كانوا بانتظاره ويعتقدون أنه اللي صار له مو لأنه استغلهم لأنه كانوا يعتقدون أنه اللي صار له ظلم الحكومة ظلمته الحكومة حاولت أنه يدخل السجن ويخفوه بسبب القوة اللي صارت عنده بسبب أنه هو المخلص المخلص أو الخلاص أو اللي من الممكن هو اللي يدخلهم الجنة فاهمين؟ فيعتقدون أنه لا ظلموه حاولوا أنهما يخفوه فليهذا السبب القول قبل عليه هو سجنوه بس بعد خروجه من السجن على الرغم من أتباع اللي صاروا بالآلاف عائلته دفعوا ملايين الدولارات لتحسين صورته غيره وإسمه وصار يخفي حقيقة أنه كان زعيم طائفة وينكر الموضوع لما أي شخص يسئله عن الموضوع وفجأة المليونيار يو صار فنان أعلن عن نفسه أنه فنان كأنما شخص جديد تماما باسم مختلف هوايات مختلفة يعني كل شي غيروه كأنما قدموا إنسان جديد مو نفس الإنسان اللي دخل للسجن لا هذا الشخص محوه وبدأ لظهر هذا الشخص الفنان اللي يعمل لوحات وتبرعت عائلته بملايين الدولارات لمتحف اللوفر وعنده بالمتحف صورة ذهبية أو لوحة مع اسم جديد موجود عليها لأنه هذا صار اسم جديد هو هذا الاسم اللي معروف بي الاسم القديم خلصا معها مع الشخصية مع الماضي وهذه اللوحة لغاية هذه اللحظة موجودة بالمتحف والمليونيار مش بمجال الفن صار يلتقط صور سيئة مغبشة ويعتبرها فن ويعرضها بمعارض ضخمة يدفع ملايين الدولارات حتى بس يعرضون أعماله بس هل بعد ما غير اسمه وبين السمعة جديدة وبين شخصية جديدة راح يتغير راح ينسى الماضي وشركاته والأشياء اللي كان يعملها لا الشركات بعضها تم إغلاقها تذكرون كان عندها ما يقارب سبعين شركة بعد خروجه من استجن وبعد ما هو عمل كل هذه الأشياء والفن الفن نكيد ظهر بقى من هذه الشركات ثلاثين الشركة بغض النظر عن أملاكه والقرى اللي يملكها والحقول والأشياء الثانية اللي يمتلكها الشركات باسم الشركة كان عنده ثلاثين شركة بس هذه الشركات كانت شركات مصيطرة عليها مو شركات باسمه وهذه الشركات كل شهر كل فترة زمنية معينة لازم يرسلول ملايين الدولارات لأن هذه الشركة هي تابعة إليه لكن قانونيا هي مو إلا هذه الشركة لكن لازم يرسلول فلوسة هذه فلوسة لازم يرسلول هيها لكن شوان رح يرسلول ملايين الدولارات دفعها وحدة بدون ما الدولة والشرطة والمحققين من الممكن ينتبهون على هذه الأموال اللي قاعد ترسل بدون أي سبب منطقي لأن هذه مو ألف و ألفين دولار لا هذه مليارات ملايين الدولارات قاعد ترسل لهذا الشخص شنو السبب أكيد رح يسألون ليش أنتو ترسلون هذه المبالغ إلى هذا الشخص لازم شي مقابل شي لازم يقدم لهم خدمة لحتى يعطوه هذه الفلوس قانونيا حتى الموضوع يصير مرخص وهنا ما رح نعرف هو ليش صار فنان فجأة اتضح أنه صار يعمل هذه اللوحات والمعارض وهذه الأشياء كلها لحتى بعدين يمثل على أساس أنه هو فنان وهذه الشركات اللي تعمل تحت إدارته يشترون هذه الشركات ويدفعون مقابل هذه اللوحات السيئة اللي هو مصورها ملايين الدولارات لحتى كل شي يصير قانونيا إذا هذا المبلغ إلى هذا الشخص يقولون احنا اشترينا لوحات شوف اشترينا اللوحات فلهذا السبب احنا ارسلنا أموال إلى هذا الشخص لأن اشترينا من نفت شي وهذا مقابل الشي اللي اشترينا فكل شي رح يصير منطقي وقانوني ومستحيل يتم القبض عليها لأي سبب كان بالإضافة ما اكو اي شخص عادي او شركة عادية او اي شخص اشتر هذه اللوحات اللوحات الخاصة كل الاشخاص والشركات اللي اشتروا لوحات اشتروا لوحات كان نيتهم ان هما لازم يرسلوا لفلوس لكن بصورة قانونية لكن بسنة 2014 لما غرقت العبارة مع 300 طالب اكثر من 300 طالب اتضح ان الشركة صاحبة العبارة كانت ترسل فلوس للمليونير ويشترون منه اللوحات يعني هذه الشركة صاحبة هذه العبارة كانت تحت سيطرت كانت شركته فهذا السبب كانوا يشترون لوحات ويرسلوا لها ملايين الدولارات وبعد ما الشرطة عرفوا انه هذه الشركة كانت تشتري لوحات ويرسلوا لها ملايين الدولارات بدأوا يبحثون عنه حتى حققون معاه حتى يعرفون هو شلي كان بين وبين هذه الشركة شل موضوع احنا بعد مرور اسبوع تقريبا من البحث عنه تم ايجاد هو ميت الشغطة بعد ما عثروا عليه بهذا البستان قالوا انه جسده كان متحلل لدرجة انه جسده ورأسه كانوا مفصولين عن بعض بسبب التحلل ووضع كان مأساوي لكن هنا لما عملوا تحليل دي انا اخذوا عينة مننا وعينة من شقيقة وعثروا على تطابق بعدها فجأة المحققين والشرطة والاشخاص اللي كانوا مسؤولين لما وجدوا هذا الشخص قالوا انه احنا اخذنا بصماته اخذنا بصماته واتضح انه هو هذا هو هذا المليون لكن بهذه اللحظة والتساؤل اللي صدمهم هما شلون قدروا ياخذون بصماته وحسب كلامهم الجسد كان متحلل شلون بصمات اليد كانت موجودة من المفترض اليدين بعد متحللة البصمات متحللة وهنا بدأت نظرية جديدة انه هذا المليون كان عنده نفوذ مطبيعية بالسياسة والحكومة وبكل مكان حتى بالشرطة كان عنده حتى القضاء بعض القضاء كانوا يعرفوه فبسبب سلطة ومعارفة ونفوذة من الممكن هو زيف وفاته من الممكن هو موجود بمكان ما بالوقت الحالي وما حتى يعرف مكانه مثل مكان مخفي بالبداية وما حتى كان يعرفه من الممكن هو رجع واخفى نفسه بهوية جديدة اسم جديد وكل شي جديد وبالنسبة لأطفاله وأقاربه وأخوانه وكل الأشخاص اللي كانوا قريبين منه كلهم كانوا مشتركين بجرائمه وكانوا يساعدوه وبعض شركاته كانت تحت أسماءهم وتم التحقيق معاهم لكن أغلب هذول الأشخاص كانوا بعدة دول كانوا بفرنسا وأمريكا وبدول ثانية لهذا السبب حال وأنهم يجمعوهم ويلقوا القبض عليهم القبض عليهم بدول مختلفة ونقلوهم إلى كوريا الجنوبية لكن الشي العجيب والغريب أنه معلوماتهم مخفية ما حد يرف عنهم أي شي لا شكلهم لا أسماءهم لا مواقعهم ولا شي ولا صورة وحدة تسربت لهم ولا شي كل شي مخفي يعني تخيلوا هذول الأشخاص بعدهم أثرياء لكن بنفس الوقت أطفالهم عوائلهم ما يتفاخرون بأموالهم على فيسبوك وإنستجرام مثل ما بعض الأشخاص يتفاخرون بأموالهم هذول الأشخاص متكتمين ما حد يعرف عنهم أي شي وهنا راح نوصل للجزء الغريب أنه بنت أخت هذا الملياردير هي زوجة المشهور الكوري جاي واي بي وهي زوجت الثانية وما زال متزوجها لغة هذه اللحظة طبعا جاي واي بي ما نشر اسمها ولا صورتها ولا أي معلومة عنها نهائيا ولا لقبها ولا أي شي لكن بالحقيقة لها علاقة بعائلة الملياردير هذا وجاي واي بي ازوجها بسنة 2013 يعني قبل وفاة الملياردير وقبل فضيحته بسنة وحدة جاي واي بي بعد تم التحقيق معاه بتهمة الاحتيال وتم اعتبار شركته اللي هي شركة ترسيم الايدولز على أنها تابعة للمليونيير بس جاي واي بي قال أنه هذه الشركة ما لها أي دخل بهذا المليونيير ولا بالكنيسة ولا أن يتابع لأي ديانة أنا ما عندي أي دين ولا هو زعيم طائفة ولا أن يتابع لأي طائفة بس جاي واي بي يقدر أنه يثبت أنه أمواله وأموال شركته وهذه الشركة ما لها أي دخل بأموال المليونيير لكن هذا المليونيير أو الملياردير حرفيا عنده سلطة عنده نفوذ يعرف سياسيين قضاء شرطة محامي يروف الناس كلهم أي شخص بسلطة عالية هو يعرفهم فالكل مستفوذ من هذا الملياردير أو المليونيير أو وتبر يعني فهل تقنعوني أنه جوابي لا ممكن يكون بريء طيب هو شو نزوج هذا البنت هل من الممكن أنه شافح مثلا تعمل بمكان بسيط ونعجب بيها هذول الأشخاص اللي يمتلكون شركات يكونوا مشاهير ما يزوجون أشخاص عاديين من العامة يعني عامة الشعب بالأخص أنه هذه العائلة مليارديرية عدهم مبالغ ضخمة وأكيد عائلتها والدها أو والدتها كانوا يعملون مع الملياردير فأنه ما لها أي دخل وجيوابي بعد ما لها أي دخل هذا الشي مشكوف بأمره لكن لغاية هذه اللحظة بعض الكوريين يظنون ويعتقدون أنه هذا الملياردير لغاية هذه اللحظة هو على قيد الحياة وتم تلفيق أو تم تزيف موته ووفاته على أساس أنه هذا الجسد هو من يعود للملياردير ولهذا السبب تم إيجادة متحلل تماما بس لحتى يخفون حقيقة أنه هذا الملياردير طليق وطبعا أنه يقدر يسوي هذا الشي بإمكانيته وفلوسه ومعارفه يقدر يسوي كل هذا الأشياء بس أعتقد أنه هذا الفيديو كان جدا طويل أكثر من أربع مرات أنا شحنت البطارية مات كاميرا ورجعت بدأت تصور مرة ثانية فكتبوا لي رأيكم الساعة حالية لعندي ساعة ثلاثة ونص الفجر فكتبوا لي رأيكم شوكت قاعدين دسلوفون هذا الفيديو وأتمنى أنه وصلتوا للنهاية بس هذا كان فيديو اليوم وأشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله باي